الآن لم ترد إسرائيل هل أنتم قادرون على مجابهة رد إسرائيلي عنيف محتمل يعني شهدنا في الآونة الأخيرة اغتيال رضي موساوية القائد في الحرس التوري الإيراني في سوريا اغتيال صالح العروري القيادي في حماس في لبنان لم تعلن إسرائيل مباشرة ولكن يبدو أن اليدة الإسرائيلية تطول يعني إلى بعيدا عن حدود إسرائيل هل أنتم قادرون على مجابهة شيء من هذا القبيل؟ اليدة الإسرائيلية هي تصول في رؤوس معلاميكم في البي بي سي التي تجعل من إسرائيل بعبع كبير وأنها الجيش الذي لا يظهر بدون شخصنا سيد محمد علي الحمثي ألم يتم اغتيال رضي موساوي وصالح العروري؟ بالتأكيد لكن لا يعني أن اغتيالهم أنها انتهت المقاومة ولا يعني اغتيالهم أنها انتصار لإسرائيل ولا يعني اغتيالهم أنه لا يدل على فشل العمليات التي تجريها في غزة قد يحصل هذا الأشياء مؤكدة أنه قد يحصل من العدو أن يستهدف وأن يغتال لأن الإغتيالات ليست دليل الشجاعة ولا دليل الإقدام إنما دليل الجبن هل فكرتم في احتمالية أن يحدث هذا لكم أيضا؟ في أين؟ نحن لدينا القدرة بإذن الله تعالى على أن نستهدف وأن نرد وأن أي استهداف كما قال القائد حفظه الله هنا أو هناك لا يعتقدوا بأنهم سيبعث الرسل من أجل تهدئة الموقف سيتم الرد بقوة وسيتم استهداف جميع السفن التي لأي دولة تقوم باستهدافنا وستعرض أمنها وأمن ملاحتها للخضر وستكون في مرمى صواريخنا بإذن الله تعالى ورغم خطابك هذا قناعة ولا رأي إلى سنوات حتى تتغير قناعات الإعلاميين في البي بي سي هذا أليس له علاقة بالإعلامي الذي يتحدث؟ أليس حقيقي هو أن الداعم لكل منكم ولحزب الله العراقي وكتاب النجباء وحزب الله هو إيران؟ هذه كلها معلومات التي تصل إليكم أنت تعرفي بأن لا تستطيع أن تقيفي إلى جانب القضية الفلسطينية ولا تتحدثي بحرية عن الجانب الفلسطيني الحوثيون لم ينفوا مسبقا مسألة الدعم الإيراني يتحدث أو يقف ويدعم الجانب الفلسطيني يتم شضبه قد تلغى وظيفتك أنا أقول أن الحوثيون الحوثيين لم ينفوا سابقا سيد محمد علي الحوثي أنت من حقك هذا الرأي ولكن البي بي سي بها موضوعية وحيادية أنا أقول أنتم لم تنفوا سابقا حصولكم على الدعم الإيراني أما موضوعية لكم عما يحصل في غزة إذا كانت البي بي سي تملك الحيادية والموضوعية هل تنفي لنا الآن أنك تحصل على دعم إيراني؟ أنا لا أحصل على أي دعم إيراني نعم ولا تدريب ولا تمويل ولا تسليح ولا أي شيء من أي نوع ولا قد دربت ولا قسرت إيران ولن أذهب إلى إيران وأنا في قردي ولدينا كفاءات ولدينا قدرات وسبق وأن سألتيني بهذه الأسئلة فلماذا تكررين هذه الإصطانة المشروغة؟ لأن النظرة إليكم هي أنكم مخلب من مخالب إيران لأنكم هذه هي سياسة القناة تريد أن تصص هنا بهذا التوصيح فلذلك نحتاج أن نجلس نحن وأنتم سنوات حتى تقتنعون بغير هذه النظرية التي أتحدث عنها توجيه الأسئلة أجب على هذا السؤال ما الذي حققه الحوثيون من كل ضرباتهم حتى الآن لربما 23 استهدافا لم يحقق أي شيء وكأنها جعجع بلا طحين إذن فلماذا تدعي أمريكا إلى تحالف ضدنا ما دامه لا يحقق أي شيء تتحدث عن التحالف الدولي لتأمين الملاحة في البحر الأحمر أم عن ماذا الآن؟ نعم التي تريد أمريكا أن تكون إلى جانب بريطانيا وإلى جانب عدة الدول من أجل مواجهة ما أسموه بالضربات التي تدعو إلى فك الحصار لو أنهم يتجهون إلى فك الحصار وإيقاف الإدوان هذا هو الأفضل طيب سنتحدث عن التحالف بعد قليل ولكن أجب على السؤال لم تحققوا أي أضرار لإسرائيل لم يصبها أي نوع من أنواع الضرر إذن هي جعجع بلا طحين يعني على أي معلومات تستندين في أنه لم يصبها أي ضرر وهم يعلنون بأن هناك شبه شلل تام لموانئ الإسرائيلية الموانئ المحتلة في الأراضي الفلسطينية التي يديرها المحتلون أنت التي تجعجعين بأسئلتك بلا طحين المفترض أن تعلمي بأن ما نقوم به هو دور مؤثر طيب يعني صف لي هذا التأثير وإلا فلماذا يجتمعون في مجلس الأمن ويتحدثون عن العمليات التي تواجه السفن المتجهة هل يمكن أن يكون هذا دليلا؟ وإلى موانئ الأراضي المحتلة إذا كانت في غزة مشكلة فأنتم أضفتم مشكلة أخرى هي عسكرة منطقة باب المندب والبحر الأحمر بتصرفاتكم والآن الأمريكيون يردون بهذا التحالف والإيرانيون أوجهوا قطعا بحرية إلى المنطقة أصبحت معسكرة بامتياز والبادئ كان أنتم الإيرانيون قالوا في بيانهم أنهم متواجدون من قبل ولا جميع يعلم أنهم متواجدون من قبل عسكرة البحر الأحمر من تتحمل مسؤوليتها هي أمريكا أمريكا تبحث الآن عن تحالف من أجل أن تصب الزيت على النار وليست المسؤولة عن الملاحة العالمية الدولية وليست المسؤولة عن تأمين البحر الأحمر نحن من نملك الحقية من البحر الأحمر لماذا لإيران الحق mamy traffic ولأمريكا ليس هناك حق لماذا لإيران الحق أيضا باب المدبعين عن إيران لا يوجد الحق لأحد إلا الدول المشاطئة في البحر الأحمر لا حق لإيران الحق الكامل في البحر الأحمر هو للدول المشاطئة ندعونا الدول العربية إلى أن يأتوا لنتأفق الدول المشاطئة جميعا في البحر الأحمر إلى أن نعجد نحن وهم اتفاق لإخراج جميع القوات الأجنبية من البحر الأحمر أو البحر العربي وأن تبقى الحماية حماية للدول المشاطئة المعترض على الوجود الإيراني في البحر الأحمر نحن نعترض على الوجود الأمريكي قبل أن يعتراضه نعترض على الوجود للدول التي تريد اعتدت علينا أولا ماذا عن إيران؟ بنفس القياس ما تقوله بعبارة أخرى هو أنك ضد الوجود الإيراني في البحر الأحمر تبقى حماية البحر الأحمر للدول المشاطئة إيران ليست بحاجة إلى أن تتواجد مدام لا تتواجد أمريكا ولا تتواجد الدول الأخرى أعتبر الإيرانيين بشكل فيه نوع من الإزدواجية وأنتم تتميسون الحذر للأمريكي أن يأتي من أطراف الدنيا ليأتي ليضرب ليقتل الإيراني إلى الآن لم يقتل أحد في البحر الأحمر من قتلنا هو الأمريكي لماذا أتحدث عن الإيراني الذي لم يهدد بقتالي ولا أتحدث عن الأمريكي أو البريطاني الذي يسعى لقتالي